ملف إدراج ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب يعود إلى الوجهة من جديد فالاعتداءات الأخيرة التي نفذتها الميليشيا على منشآت مدنية في دولتي الإمارات والسعودية سلطت الضوء مجدداً على خطورة الحوثيين ومدى تهديدهم للأمن الإقليمي والدولي واشنطن وبعد أن قامت برفع الميليشيا الحوثية من قوائم الإرهاب قبل عام بحجة إيصال المعونات الإنسانية والغذائية لليمن ورد الحوثي على ذلك بتصعيد اعتداءاته وإعاقة وصول المساعدة الإنسانية ها هي اليوم تراجع تقييمها الرئيس الأمريكي قبل أيام أكد بأن القرار لا يزال قيد الدراسة بينما كشف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن لن تتردد في إدراج القادة الحوثيين المتورطين في هجمات عسكرية ضمن لائحة الإرهاب قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية ما زال قيد الدراسة حالياً لكن ما أستطيع تأكيده هو أننا لن نتردد في إدراج ضمن لائحة الإرهاب القادة الحوثيين والكيانات المتورطة في هجمات عسكرية تهدد المدنيين والاستقرار الإقليمي وتديم الصراع وتنتهك القانون الإنساني الدولي وتفاقم الأزمة الإنسانية اتخذنا جملة من الإجراءات إزاء هؤلاء الأشخاص وأعتقد أننا سنتخذ المزيد من الخطوات على ضوء الهجمات الأخيرة حراك أمريكي قد يستهدف ميليشيا الحوثي في الأيام القليلة المقبلة وقد يفضي كذلك بحسب تقارير صحفية أمريكية لفرض عقوبات تستهدف كبار القيادين في الميليشيا وهو ما يضغط كذلك من أجله شخصيات فاعلة ووازنة في مجلس الشيوخ الأمريكي وأبرزهم السيناتور الجمهوري تيد كروز الذي قدم مشروع قانونا يطالب بفرض عقوبات على الميليشيا الحوثية ومسؤوليها والمنتسبين إليها